السلام عليكم ورحمة الله بيتامين بي 12 لأن الجميع يعرف بأهمية هذا البيتامين بالنسبة لكثير من الفئات وحتى بالنسبة لارتباطه بمعتقدات وأنظمة صحية بيتامين بي 12 من العناصر اللي كتير مهمة لصحية الإنسان مصدره الوحيد هو المصدر الحيواني ولا يمكن أخذه من المصدر النباتي إلا فيه نباتات نادرة جدا جدا حتى أنه فيه إله شبيه كاذب بيحمل نفس الشكل من المصادر النباتية أو الطحالب واللي ممكن يعمل مشاكل كتير مثل البي 12 الكاذب الموجود بالسبيرولينا دائعة السيت فممكن أنه يرتبط بالـ IF اللي حكينا عنه المرة الماضية وينافس الفيتامين الصحيح ويمنعه من الامتصاص كما أنه ممكن ينافسه على ركب المركب اللي بيدور فيه بالجسم فالمواصلات اللي بده يستخدمها الفيتامين الصحيح المفيد ليوصل للخلايا مشغولة بالشبيه الكاذب لذلك بيصير فيه نقص بالبي 12 الصحيح فنحن منفكر أنه عم ناخد مادة مفيدة لصحتنا وهي بالحقيقة يمكن تكون بتصلح بمكان لكن بتخرب بمكان تاني حتى أنه ممكن يكون شخص عم ياخد السبيرولينا أو ما شابه ويعمل تحليل للبي 12 بالدم فيطلع عالي ببساطة مو لأنه ما عنده نقص لأنه الشبيه إله اللي عم يدور بالدم كمان بيخدع طرق التحليل فبتعطي نتيجة خاطئة وعلى فكرة برجع وبأكد تحليل البي 12 ما بيصير عن طريق قياس مستوى تركيزه بالدم للسبب اللي ذكرته هلأ أنه ممكن يكله شبيه والسبب الأهم أنه هو منحل بالماء لذلك الجسم بياخد حاجته وبيطرح الباقي عن طريق الكلا فممكن كتير يكون تركيزه قليل بالدم لكن الخلايا أغذي حاجتها نرجع لفكرة ليش التركيز على بيتامين بي 12 لأنه بيدخل بكل خلايا الجسم فهو عامل محفز باصطناع الدين خلايا الدم بتحتاجه وبتحتاج البي 9 والحديد حتى النوادي الرياضية بتحفز لعبين أنهم ياخدوا الكوبالامين لأن بيحفز تركيب البروتين وبالحميات بيحفز على حرق الدهون وبيدخل بتركيب المادة الدهنية اللي بتغلى في الأعصاب كمان بيدخل بالنواقل العصبية بالدماغ مشان هيك نقصه ممكن يسبب انزعاج ونسيان واكتئاب وقد يصل إلى انفسام بالشخصية كمان بيقضي نقصه لأعراض معاوية مثل التوعق أو الاكتام أو نزيف بالأمعاء وبيسبب عدم التحكم بالسلس البولي يعني ببساطة بيدخل بكل عمليات الجسم بس هالمعنى كل ما أخذنا منه أكتر بنستفاد وبتتحفز العمليات الحيوية بجسمنا؟ الجواب هو لا أبدا لأن الكوبالامين هو عامل مساعد وليس أساسي فنقصه بيعمل مشاكل أما زيادته ما بتأثر إيجابا يعني واحد عنده نسيان وما عنده نقص إذا أخذ منه ما بتتحسن الذاكر عنده والجسم بيخزن كمية محددة وبيطرح الباقي بقى اللي زيادة بتعمل ضغط على الكلا ومن دون فائدة حتى إنه مثل ما حكينا المرة الماضية فيه دراسات بتربل زيادته بحالات التوحد والحبوب والتقرحات الجلدية طيب عرفنا شو أهميته؟ هل صحيح فيه أشكال محددة لازم ناخدها من مكملات البيتناعش؟ الجواب هو لهالوقت اللي عم نحكي فيه وبشكل عام لا ما فيه شكل محدد لازم نطلبه من الصيدلية يقال إنه سيانوكوبالامن فيه مادة السيانيد المسمة والجواب هو للسيانيد المتواجد بمكملات البيتناعش قليل إلى درجة لا تسكر أبداً ولا تعطي سمية لأن لحتى نتسمم بالسيانيد بدنا أقل شي 3500 مايكرو جرام لشخص وزنه تقريباً 70 جرام والجرعة القاتلة منه أقل شي 32000 مايكرو جرام وبمكمل البيتناعش على شكل سيانو كل 1000 مايكرو جرام من البيتناعش بيعطي 20 مايكرو جرام يعني السيانيد الموجود بمكمل البيتناعش يكاد لا يذكر ونحن على كل حال يومياً بناخد سيانيد من مصادر مختلفة أكبر بكتير من 20 مايكرو جرام السيانيد موجود بالتفاح، بالدراق، بالبروكلي، باللوز، بالبقدونس، بكتير شغلات ف20 مايكرو جرام شيء لا يذكر ومتل ما قلت لكم نجرع القاتلة 32000 مايكرو جرام فهي الحجة كمان من استبعدها تماماً لحد الآن الشكل الدوائي المصنع لبيتناعش اللي هو سيانو كابالمن مفضل عن الميثايل لأن عمره وثباته أكبر شان ما أطول عليكم رح أتوقف هون بهي الحلقة إن شاء الله بحلقات قادمة رح أحكي فيها عن فقر الدم الناتج عن نقص هذا الفيتامين ومصادره الطبيعية بالكميات والجرعات الدوائية الوقائية والعلاجية بتمنى أن الحلقة كانت لطيفة ومفيدة بالنسبة لكم شكراً لكم شكراً لأستماعكم شكراً لكم